مرحبا وكيف الحال؟ مع انتشار الفيب في كل مكان وتخلص وتمرص المدخن من الرائحة النتنة والمنفرة للسيارة التقليدية واستبدالها ب 16 ألف نكهة منتشرة حول العالم تباع للفيب خلت حتى طلاب وطالبات الجامعات وطلاب وطالبات المدارس يدخلوا في عالم الإدمان على النيكوتين رح نحكي في حلقتنا لليوم عن ماذا يحدث في جسم المبخر والمدخن للفيب عندما يستهلكها لأربعين يوم وأكثر هنجاوب بحلقتنا لليوم عن بعض الأسئل المهمة والمحورية عن ما هو الفيب أساسا وماذا يحتوي من مواد تقد تكون أقل بكثير من ما موجود في السيارة التقليدية وهل فعلا النيكوتين الموجود في الفيب هو أقل بكثير مما هو موجود في السيارة العادية وهما هي عدد السحبات اللي ممكن تسحبها بالفيب حتى تعطيك ما يقابله من السجائر بالإضافة أنه هل الوقت اللازم حتى يخرج الفيب وسموم الموجودة فيه إذا قررنا نتوقف عن تدخين الفيب وأخيرا لو أنا بدي أدخن ماذا أدخن؟ هل أدخن السيارة العادية أو أستمر عليها إذا كنت مدخن ولا أروح على النكهات اللذيذة والممتعة للأطفال والكبار الموجودة في الفيب ولكن في بداية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات هل أنت من المدخنين للسيارة العادية أو للفيب؟ هل بتعرف ناس بدخنوا الفيب تركوا السيارة العادية وأوقفوا الفيب بعد ذلك؟ وهل أنت من الناس اللي بتعرف أنه بنتك أو ابنك اللي بالمدرسة بدخنوا الفيب ومبسوط على الموضوع؟ أو بتعرف أحد الأهالي اللي شفت أولادهم بدخنوا الفيب ومستحي تحكي لهم أن أولادهم دخلوا في عالم النيكوتين؟ أكيد في بداية الحلقة جيب كهازة شاي وورقة وقلم لأنه الحلقة مليانة بالتفاصيل الفيب هي البديل الجديد للسيارة زي ما السيغارة كانت بديل للسيغار وعلى عكس السيغارة اللي بتحتوي على 7000 مادة سامنة فالبيب بتحتوي على أربعة وعلى عكس السيغارة تحتوي على أول أكسيد الكربون والقطران والبرق واتبغ حتى نقدر نحرق من خلالهم يتبغ فينتج عنه نيكوتين وتستنشط أنت النيكوتين يتم إضافة النيكوتين الخام إلى البيب المواد الموجودة في البيب بسيطة وسهلة وإذا رحت على الصيدلية بتقدر تشتريهم إلا إذا كان ممنوع تنباع عندك بالصيدلية لأنه ممكن من مواد البيب تصنع التينتي والمتفجرة يعني الجليسارين موجود أكيد في الصناعات الغذائية فهو كمحلي عشان هيك برفع قراءات السكر في الدم وهذا الجليسارين هو اللي بيستخدمه في السلش حتى يعطيه البلمس وكذلك الأيس كريم أضف إلى استخدامه في الأنتي فريز أما إذا بنحكي عن المادة الثانية اللي بتشكل 50% من كتلة ووزن وكمية السائل الموجود في البيب هي البروبوليني جليكون هذا المستخدم في صناعات البلاستيك فكيفيك أن تعرف أنه 50% من كامل إنتاج العالم من هذه المادة البترولية يستخدم في صناعة البلاستيك الموجود في وصلات الكهرباء والمستخدم بشكل عام لجعلها مقاومة للحرارة يعني بكل بساطة أنت عمالك بتستنشق المادة البلاستيكية لتستخدم أيضا في الصناعات الدوائية وفي الصناعات الغذائية كمعزز للنكهة إضافة لذلك اللي تستخدم في تصنيع المتفجرة البروبوليني جليكون هي المادة الشفافة القليلة اللزوجة واللي لما بتدخنها بتعطي دخنة خفيفة وهي اللي بتعطي الحرقة في الزور بسبب سميتها أما الجليسيرين هو اللي بيعطي الدخنة الكبيرة واللي لما يكون كميتها كبيرة في الجوز بتعمل دخان كما لو إنك قطار يعني كأنك عمالك بتأرقل شيشة بالإضافة لأنك هتنكهات الطبيعية اللي يمكن دمجها بالإضافة لذلك الصبغة اللي بتصبغلك المنتج حتى يكون وراء متطابق مع المتوقع من نكهة التوت فرض ولكن ماذا يحدث في جسم الشخص لما بيدخن الفيب لأول مرة ولأربعين يوم فأكثر في بداية الساعة الأولى والمرة الأولى اللي بتستخدم فيها الفيب بعتمد حظك على حظ الشخص المدمن للنكوتين اللي أعطاك الفيب حتى يساعدك تكمل دراستك في ليلة امتحان مش مخلص فيها الدراسة في شتاء كئيب لأول مرة حظك حسب هو إدمانه فممكن أنت تاخد جرعة بسيطة من النيكوتين إذا كان من المبتدئين 3 ميلي جرام وممكن تكون 33 ضعف هذه الجرعة لما بتاخد أنت ملح النيكوتين سريع جداً لانتصاص اللي بوصل إلى 50 ميلي جرام لما أنت بتاخد هاي الشفطة الأولى رح تدخل عالم إدمان النيكوتين وحيتعرض دماغك لأول مرة لجرعة مركزة من النيكوتين مستقبلات النيكوتين بتستنى وموجودة منذ الأبد وأول مرة تم تفعيلها في إطلاق عالي للديبومين والسيروتونين اللي رح يعطوك السعادة أما جابا ما فما تسأل عنه لأنه يحدي لك أعصابك وتنسى أنه عندك امتحان بكرة ومع الجلوتامات والإضافة إلى الأستالكولين الرواقع العصبية اللي بتسرع عملية الذاكرة التذكر والتعلم بيصير دراستك للمادة أسرع وأسهل هذا بيخليك تتعلق من أول مرة بشفط النيكوتين مع كل امتحان بكل بساطة لما أنت كمان بيأدي هذا إلى زيادة التوتر فبيأدي إلى زيادة الأدرينالين في الجسم وكذلك الكورتزون ارتفاع للسكر نتيجة التوتر وانتجاه نتيجة الجليسرين هذا وارد وأكيد وبالتالي فبيصير عندك نشاط أعلى الاستمرار بالدراسة بس ما يكون عندك سكري أما إذا بدنا نحكي عن التوتر بيأدي إلى ارتفاع نبضات القرب وكذلك الضغط بيأدي إلى زيادة الرغبة الجنسية فحتلاحظ أنه في عندك انتصاب لأنه حيرفع التستسترون لما بتاخد هذا المنتج لأول مرة هذه الحلقة برعاية أكاديميات مزود منصات التدريب والاستشارات عن بعد سهلنا عليك كل شيء من أطلاق منتجك الرقمي حتى تحصيل فلوسك أونلاين واش تنتظر؟ الرابط أسفل الفيديو وخلينا هون نجاوب على السؤال هل فعلا كمية النيكوتين الموجودة في الفيب أكثر بكثير من كمية النيكوتين الموجودة بالسيجارة التقليدية وهذا بيخلي الإدمان عليها أكثر سوءا بكل بساطة كميات ووصف كميات النيكوتين في السيجارة الإلكترونية مختلفة عن ما هو في السيجارة ففي حين أن السيجارة بكتب لك كمية النيكوتين موجودة بالسيجارة الواحدة يتم إعطائك نسبة كمية تركيز النيكوتين الموجودة في الميت مل من الفيب أو من الجوس اللي انت راح تستهلكه يعني إذا انت دخنت بكيت في اليوم على مدة 4 أيام يعني 4 بكيتات كمية النيكوتين الموجود في الزكارة 0.6 تقريبا فانت راح تستهلك 48 ميلي جرام من النيكوتين في الـ 4 أيام أما إذا انت دخنت متوسط من الفيب يعني أخذ 18 ميلي جرام من الفيب الموجود في الـ 100 ميل أو يعني تركيز 1.8 فانت بكل بساطة راح تستهلكه في 4 أيام 10 مل عادة للغاية اللي بدخنه باعتدال فانت رح تاخد تقريبا 0.7 ملي جرام من النيكوتين بعد ما انت تمتص 40% من نوح تمجمل ال 1.8 ملي جرام الموجودة في العشرة ملي اللي انت اشتريتها يعني كمية النيكوتين الموجودة في الفيب في 4 ايام تشكل 12% والممتصة 12% من ما ممكن تمتصه لما بتدخن السقاير العادية فكمية النيكوتين فيها اقل اما اذا بدك تروح على اكتر من 18% للسولت فانت بتاخد جرعات اعلى وانتصاص اسرع فبتختلف كل الحسبة تماما اما بعد اسبوع كامل من الدخول في عادة تبخير الفيب انت دخلت عالم المدمنين والتهابات الرئة لأول مرة بحياتك عمالك بتستهلك النيكوتين بكفيك تعرف ان تدخم مرتين وربعات كفيلة عند البعض ان تعملوا ادمان على النيكوتين والشعور بالسعادة والاطمئنة لما بدخنها خصوصا للناس اللي عندهم توتر في حياتهم وبتفششوا فيها لما انت عمالك بتدخنها يومين وثلاثة ودك تعرف انك ادمنت ولا لا وقف التدخين الان وشوف هل بصيرها بعد 8 الى 10 ساعات احساس بالانزعاج والعصبية وانك محتاج تعمل عادتك المفيدة في تقليل التوتر على وهي الفيب هل بصير معك صداع بعد يومين من تركها انت مكنت من تركها اساسا هذا معناته انك مدمن على الفيب هاي مش مشكلة لان مشكلتك في الاجليسارين اللي ببلش مفعوله باليوم الخامس في اليوم الخامس الاهداف الموجودة في القصبات الهوائية بيقل نشاطها ولانه بيقل نشاط هذه الاهداف بصير الكمية المخاطر اللي عمالها بتتشكل في رئة في قصباتك عم تتراكها مو بتضيق المجرى وهذا مع الوقت رح يقلل قدرتك على ايصال الاكسوجين والهواء النظيف اللي حيكون مليء بالغبرة لعدم عمل الاهداف الى الرئة والى الحواصلات الهوائية مش بس هيك انت لما بتدخن الفيب عمالك بتعرض للبروبيليني جليكون هذا ما بيأثر على الاهداف وانما بيأثر على الخلايا اللي موجودة عليها الاهداف على الخلايا الطلاقية نعم هاي الخلايا الطلاقية بتدخل في حالة اسمها ست بوينت يعني بتتوقف عن عملية الانقسام دورة انقسام الخلية من فيزز بتتوقف هذه وبالتالي الخلية لا تنقسم لتحافظ على عددها وانما تدخل في عملية الموت المبرمج الانتحار الذاتي للخلايا وهذا الانتحار هيقلل لك قدرة الخلايا على التجدد وعلى التعاشافي مع وجود السمو المستمرة من كل مرة عمالك بتشفط نها نفس عم بكون تقريبا 6% من كل الانفاس اللي عمالك بتتنفسها اثناء ما انت مستيقظ في حياتك واذا انت عم تحضر الفيديو مع شخص عماله بفيب بسيارة مغلقة وانت ماشي معاه بالطريق وعمالك بتتساءل هل تدخينه إلى الفيب بأيديك انت بالمواد البلاستيكية الموجودة فيها فالجواب نعم فاذا كان عمال المصانع الموجودين في صناعة البوشار بسبب استنشاقهم لمادة واحدة من الموجودة في الفيب وهي نخ نكهة الأستايل ثنائي الأستايل سمت عندهم مرض سوت عندهم مرض بالرئة سموه رئة البوشار والمنتشر عند مدخنين الفيب عادة لما بيدخلوا على المستشفى بيزن في الحالات الخطرة فهل بيحميك انك انت تكون معاه في سيارة مغلقة ما فيها منفس فافتح الشباك فمجرد انه ينفخ ويطلع هاي الدخنة انت عم تستنشق معاه البروبيلين جليكول اللي ما انتصطه رئته فبنتقل رئتك والجليسارين بالإضافة للنكهات المحترقة بالإضافة للصبغات المحترقة والمواد البلاستيكية والفورمال دي هاي الموجود في البلاستيك نفسه وفي الجوز نفسه اما بعد عام كامل من تدخين البلاستيك والفيبنج دخلت في عالم مشاكل الرئة فبكل بساطة لانه عمالك بتعرض للبروبيلين جليكول بالإضافة للجليسارين فهدول عمالهم بتعبوا رئتك وبلش يتراكم عندك السعال لـ 30% لـ 40% من المفيبين 27% فقط منهم هم اللي بسن عندهم بلغم بكل بساطة لانه بيضلوا البلغم في القصبات الهوائية ما هو صار في شلل في الأهداف اللي بتحاول تطرد الأوساخ والبكتيريا والبلغم إلى الأعلى نهيك أنه أنت صارت أمراضك الشكوية أكثر تعداداً رغض صغير عمرك أضف إلى ذلك أنه الجليسارين الموجود مش بس أثر على سرعتك وقصباتك أثر على بلعومك وفمك فالعطش المستمر أو الجفاف الفم اللي بيخليك تشرب أكتر هو نتيجة الجليسارين والجليسارين المحلي هذا بيزيد عندك فرصة التسوس لأن البكتيريا الضالة المتبقية بعد وفاتك جيدة من السموم هذه بيأدي إلى تسوس أسنان أسرع اللي لسه بتصير عندك أكثر عرضة للجرح بسبب بكل بساطة نقص الفيتامين سي وهو مضاد أكسادي عماله بتتم استنزافه للتخلص بالالتهابات اللي سببها الفيب اللي بتعمله أما إذا بنحكي عن الضعف الجنسي فلقص التسوس تيرون حيأثر بوضوح عليك بعد سنة لا تقلق ما أنت مش متزوج فما راح تميز للخفاض لأنك مع عمالك تمارس الموضوع بكفاءة فما راح تميز إلا متأخر لكن من المعروف أنه راح يقل عندك قدرة الانتصاب ورغبتك الجنسية راح تنخفض بالإضافة أن القذف مدته بطول لأنك بتاخد نيكوتين وهذا بيضيف مرارة على الناشطة اللي بيعانوا من الضعف الجنسي أما بعد خمس سنوات مستمرة من الفيبنج بتأثر سلبا عكلتك مقاومة الإنسولين وكذلك على الرئة فالنيكوتين الموجود في الفيبنج واللي أنت صورت ترافع كميته بسبب طول الفترة اللي تبخير بيأثر سلبا على الشعيرات الدموية اللي بتنقبض باستمرار وهذا بيأدي لارتفاع ضغط الدم وضغط على القلب ارتفاع ضغط الدم المستمر ناتج عن تقلص الشرائين راح يعمل تصمب في الشرائين في نهاية المطاف بسبب الالتهابات الموجودة داخلها وحيضغط على الكلا اللي بتعاني من ضغط مرتفع أكتر من المعتاد بعمر أصغر ناهيك عن أنه النيكوتين الموجود في ناهيك أنه البروبيليني جليكول بتلف الرئة وقصبات الهوائية وبزيد من فرصة مرض الإنسداد الرئوي المزمن لما بدنا نحكي عن تأثير الفيب على الحديد فبيأثر هو على الفيتامين سي لأنه مضاد أكسد يستغل بسبب الالتهابات وهذا بيؤدي إلى تلف الأمعاء أسرع وتلف الأمعاء مع نقص الفيتامين سي بيقلن قدرة الجسم عن تصاصل حديد بعمل فقر الدم عند الرجال فما بالك عند السيدات اللي أساسا عندهم دورة شهرية إن شاء الله تستمر منتظمة بعد خان السنوات من الفيبنج إذا بنحكي عن موضوع مقاومة الإنسلين فتدخين الفيبنج بيأثر على تزيادة الدهون الحشوية في منطقة البطن بسبب التوتر وبضغط على الكبت اللي هو الآخر بيعمل على معادلة والتخلص من البروبيليني جليكول من خلال تحويله لحمض اللاكتك وحمض البيروفيك ويمكن التخلص من هدول التنين من خلال البول لكن اللي حيتخلص منهم هو الكلا اللي بتعاني وبتنضغط كتير وهي عملا بتحاول تتخلص من هدول الحمضين اللي بنهكوا طاقات الكلا طاقات الكلا راح تصير أكثر سوءا وأكثر قدرة بتنخفط قدرة الكلا إذا أنت صار عندك سكري مقاومة إنسلين وزيادة وزن وبالتالي بيصيد من فرصة إصابتك بأمراض الكلا المزمنة أكثر من المدخن العادي والتقليدي إذا بنحكي عن السيدات فأنت مجرد أنك عمالك بتفيبي حتى ولو عمر صغير بيقلل من عدد البيضات القادرة على الإخصاب بذات الجودة الجيدة وبيخلي عملية أطفال النبيب تحدي لأشطر طبيب متخصص في المجال لأنه مو معروف السبب اللي ما عماله بيقدر البيضة تعلق على جدار الرحم للمفيب أما بعد عشر سنوات من الفيبنج فأله يعطي لنا طولة العمر والصحة ونشوف أصدقائنا اللي بلشوا فيبنج من 25 يوم من الآن ومن سنة من الآن إيش رح يصير فيهم بعد عشر سنوات فمين مننا بعرف شخص صار له عشر سنوات عماله بيبيب بس أكيد بنعرف في شخص صار له عشرين وثلاثين سنة شخص عماله بدخن الله يعطي العمر للجميع لكن بكل بساطة إذا أنت بدك نشوف الأبحاث المتوفرة حاليا فأكيد فيه ارتفاع مزمن في ضغط الدم تقلص في قدرة الرئة بازدياد مشاكل في الكلا وبالتالي بعرض الشخص لغصير كلا كتير أبكر من الوقت الطبيعي لهيك أنه كمية الأطفال والشباب الصغار المراهقين اللي بلشوا على تدخين الفيب بكميات أكبر وبجرعات أعلى من التدخين المتداول وعلى الملأ بدون خوف من أن يكشفهم أهليهم حيأتي نتائج كارثية بالمستقبل بعد ذلك السنوات اشوفوا إحصائيات مشتشفيات السرطان لأمراض الرئة خلال السنوات القادمة بكل بساطة تدخين الفيب بيأدي بزيد مساخات الإصابة بالسرطان الرئة سرطان الحنجرة بالإضافة لسرطان المثانة استخدامك للفيب حيأدي لضعف قدرتك على التفكير والذاكرة بالإضافة لضعف القدرة الجنسية وضعف القدرة على الانتصاب ضعف القدرة على الحمل للسيدات وهذا كله يزيد مع كل شفطة أنت عمالك بتشفطها وهنا خلينا نجاوب على السؤال مين أفضل؟ تدخين الفيب أو تدخين السجارة التقليدية؟ بكل بساطة الخيار إلك فهو زي بواحد عماله بسقط من طائرة هل يسقط على الماء بدون برشوت أو على الصحراء؟ باعتمد على خياره الشخصي للوفاء هل يشوف البحر أزرق أو يشوف الصحراء صفرة هو أعماله بنزل؟ هذا الخيار بوعود إلك لكن بكل بساطة السجارة العادية هي عبارة عن تبغ بالإضافة لورق شوهاته شوية قطران مواد كيموية سامة هاي المواد السامة ممكن تستنشقها من دخان سيارتك اللي أنت عمالك بتشوف فيها بالعادة انتبعها لكن ما نحكي عن الفيب أنت بتستنشق فعليا مواد صناعية بتدخل في الصناعات البلاستيكية واحد وصناعات الأنتفريز ثاني وصناعات الدوائية ثالث بالإضافة أن هذه المواد هي جل السجارة فأنت فعليا أنت هو تدخين البروفيلين والجليسيرين زي تدخين الصمغ أو استنشاق الصمغ بالإضافة للقليل من النيكوتين فأنت بينما هناك عمالك بتدخن التبغ أنت هون عم بتدخن المواد الكيموية اللي هي البروفيليني غلايكول والجليسيرين الفارق بين التنين أن التبغ هون موجود طبيعي في التبغ بينما هون احنا منضيف المكمل تبع التبغ إذا بنحكي بطريقات هنا أو بأخرى هون احنا عارفين أنه يعمل سراطنات ومنعرف ناسهم ثلاثين وعشرين سنة بس هون احنا عمالنا بنشوف أطفال عمالهم بدخنوا ولا يمكن نكتشافهم يعني أكيد أنه السجارة الشخص لما بدخن عماله بيطلع روائح منتنة وعماله بنشر القادرات في كل مكان بيروحوا والسجارة الإلكترونية ما بتضر المنظر العام والرائحة الكامل بالمكان لكن كمية السموم اللي موجودة فيها أكبر بكثير من التنوع الموجود في السجارة فكلاه ما سيء والخيار عندك تشوف البحر ولا الصحر وبنهاية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات هل أنت من الناس اللي بتدخن أو بتفير وهل انت قلت من السجاير إلى الفيبينج وهل أنت بتدخن التنين مع بعض هل أنت بتشوف أطفال عمالهم بدخنوا بعمر صغير هل هم أطفالك أو أطفال جيرانك اكتب لي بالتعليقات كل ما يتعلق في مشاهداتك في الموضوع أو أحاسيسك هل أثرت على صحتك وصحتك وعافيتك من هات الحلقة إذا كتعرف معلومات إضافية عن كيفية التوقف عن التدخين أو بالأحرى ماذا يحدث في جسمك عند إيقاف التدخين هاي الرابط اللي هون بشوفكم الحلقات القادمة وبأمان الله مع السلامة باي